طيب في ظل الفوضى دي من الذي يزأل؟ أنا أفتكر من يزأل أو تزأل هي الدولة قيادة الدولة أنها تركت الوضع يصل إلى المرحلة دي بعد شوية سيحصل الشجار والخلاف والصراعات والأزمات طبعا في مجموعات حاولت تسمي ما حدث اليوم بتسميات مختلفة يعني شفنا بعض المواقع والصحف شفنا موقع العربية عربية الحدث وسكاي نيوز وبعض المواقع الإماراتية بتقول إنه مجموعات إخوانية احتتد على ورشة لجنة الطواري في دار المحامين وطبعا مجموعات إخوانية دي أخوان التسمية معروفة ومربوطة بجهات معينة الإعلامية الآن بتحاول تشكلها وتجعل منها يعني مسمى موجود بين الناس وأنا أفتكر في السودان ما في مسمى زي هذا يعني من تلقى حاجة إخوانية بتعرف إنه خلفها إعلام إماراتي وده شفنا طوالي بعدها مواقع العربية والعربية الحدث والعربية السودان وإسكاي نيوز شفنا طوالي ما شوف في الإتجاه هذا لأنه سفير ذاته موجود في القصة دي الحاجة اللي تمت في الصدامة اليوم بعد المواجهة الدامية والكبيرة دي تمت من مجموعات ندهت ويعني شجبت وأدانت وجود فولكر داخل الخيمة وطبعا في آخر الحاجة طلع يعني هو فولكر غادر المكان لكن دورينا إنه إحنا في أزمة حقيقية أزمة ماشية في اتجاهات مختلفة اتجاه المواجهة الداخلية في ظل غياب الدولة وغياب الحلول لأنه شايفين منتج مبادرات بيقيفوا ضدها وده شغل مضاد للمبادر الماشية إذن حنسوق الناس للعنف هم بقول أنصار النظام السابق نحنا ما عارفين هل أنصار النظام السابق أنصار غاحت يعني ولا النظام الأسبق طيب لو سقنا الحاجة في الاتجاه هذا معناها إحنا فعلا ماشيين لمواجهة ستكون مواجهة دموية في الآخر ما الآن في فعل سياسي بالشكل وفي فعل آخر ففي جهات تحاول تصنع واقع سياسي جديد منه الأزمة ذي ما حدث اليوم مدانا الصدف على اتحاد المحامين من مجموعة أحزاب باسم المحامين لعملية بتاع السرقة وإجرام مدانة كذلك تشجيع مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرز والسفير السعودي لهذا الفعل السياسي المحسوب على جهة واحدة هذا يصب في خانة صب الزيت على النار في السودان الدعم الخارجي لهذه الأفعال هو استزادة ومزيد من الإجعال لصراع السودان لو كانت في دولة حقيقية الآن فورا يطرد المبعوث الأممي واستفير السعودي اللي بقون بأدوار غزيرة جدا في تواصل مع بعض الغوات السياسية حقيقة دي أزمة حقيقية مفترضة الناس ينظروا ليها بعين مختلفة لأنه حسوق البلد لمواجهة ابتدأتها مجموعات قحط في حوادث سابقة من الاحتداءات على المجموعات وعلى الناس وعلى القيادات بمختلف أشكالها حتى وصلت إلى عضو مليس السيادة شمس الديان كباشي هل دي شوفنا الاحتداء عليه قبل عام ونصف أو عامين في مناسبة اجتماعية ده السلوك جعلت منه غحت واقع بين الناس الاحتداء والهجوم على المختلفين معاك نحن نرفض هنا زي ما رفضناه هناك ونفتكر إن المزعي بالسوق السودان إلى واقع لا أو مصير لا يحمد عقباه موقف شكرا